بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنأخذ الحصة الأولى في هندسة أولى سنة والترمي التاني منهج الهندسة الترمي ده عبره عن وحدتين الوحدة الأولى بتتكلم عن المتجهات الوحدة التانية بتتكلم عن الخط المستقيم الوحدة الأولى تلاقيها أربع دروس الدرس الأول الكميات القياسية والمتجهة وده هياخد معنا حصة واحدة ليه حصتنا النهاردة الدرس التاني المتجهات هياخد معنا حصتي الدرس التالت العمليات على المتجهات هياخد معنا حصة واحدة وتطبقات على المتجهات برضه هياخد معنا حصة إبا الوحدة الأولى كلها تاخد معنا الخمس حصة إن شاء الله ولما نوصل للوحدة التانية هنتكلم عنها تعالى نبدأ في درسنا النهاردة أول درس معنا وده درس صغير وسهل كله عبارة عن مفاهيم وتعريفات هنأخذ فيه خمس أفكار صغيرين الفكرة الأولى نعرفها أنواع الكميات سواء قياسية أو متجهة فكرة الثانية نعرف الفرج بين المسافة والإزاحة كده القطعة المستقيمة الموجهة ومعيارها فكرة الرابعة نعرفها إمتى تتكافى قطعتين مستقيمتين موجهتين وآخر فكرة نعرف فيها الاتجاهات نبدأ بالفكرة الأولى اللي هي أنواع الكميات الكميات اللي بنتعامل معها في حياتنا نعين يا إما كميات قياسية أو كميات متجهة يا إما كميات قياسية أو متجهة الكميات القياسية دي كميات تتحدد تماما بمعرفة مقدارها فقط كميات بنعرفها لما يديك مقدارها بس مش محتاجة تجاه زي إيه؟ زي الطول لمثلك على طولك تقول لطولي مثلا 130 سنط خلاص أنا كده عرفت طولك مش محتاج اتجاه منفحش تقول طولي 130 سنط في اتجاه الشرق أو في اتجاه الغرب مش محتاج أن نعرف الاتجاه زي كمان الوزن لو سألتك على وزنك تقول وزن مثلا 60 كيلو خلاص كده عرفت وزنك مش محتاج برضو اتجاه وزي كمان درجة الحرارة مثلا نقول درجة الحرارة النهاردة 30 درجة مقاوية مش محتاجة اتجاه بل كميات القياسية تتحدد تماما بمعرفة مقدرها فقط زي إيه؟ زي الطول زي الوزن زي الزمن درجة الحرارة المساحة الحجم عدد السكان والمسافة كل دي كميات قياسية عشان نعرفها لازم يديك مقدرها بس إنما الكميات المتجهة من اسمها متجهة يعني لها اتجاه هي كميات تتحدد بمعرفة الحاشتين لازم يديك مقدارها واتجاهها لازم عشان نحددها يديك المقدار والاتجاه زي ايه زي السرعة مثلا تراكب مركب وعايز تعرف سرعة الرياح فنقول سرعة الرياح مثلا 20 كم في الساعة لازم كمان يديك الاتجاه السرعة 20 كم في جهة الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب إبقى السرعة كمية متجهة بتحتاج مقدار واتجاه زي ايه كمان زي القوة وزي الازاحة إبقى باختصار الكميات القياسية دي بتحتاج مقدار بس أما الكميات المتجهة بتحتاج مقدار واتجاه خلي بالك المسافة كمية قياسية إنما الازاحة كمية متجهة تعال نشوف ايه الفرج بين المسافة والازاحة هنعرف الفرج بين المسافة والازاحة بالمثال وفي الأول تعريف المسافة هو طول المصار الفعلي أثناء الحركة الإزاحة أقصر بعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية نفهمها بالمثال يقول لك إذا تحرك جسم من نقطة ألف إلى نقطة ب تحرك 3 متر شرقا نعرفين الاتجاهات الأصلية اللي هما شرق غرب شمال جنوب هنجلي الاتجاهات في آخر الحص المهم بيقول لك تحرك جسم من نقطة ألف إلى نقطة ب تحرك 3 متر هكده ميشي من نقطة ب لنقطة جيم ميشي أربعة متر إيه اللي عايزه منك؟ عايز منك المسافة المقطوعة والإزاحة عشان تفهم الشكل مثلا أنت تطلع من بيتكو وهتروح للمدرسة هتطلع من البيت وروح للمدرسة هتمشي شارعين شارع طوله 3 متر وشارع طوله أربعة متر عايزين المسافة والإزاحة تعريف المسافة هو طول المصار الفعلي للحركة المسافة اللي أنت مشيتها بالفعل والله أنت مشيت شارعين شارع طوله 3 متر وشارع طوله أربعة متر إيبا المسافة هتجمع الشارعين دول هتجمع 3 متر زادة أربعة متر 3 زادة أربعة يساوي 7 دي المسافة إنما الإزاحة دي أقصر بعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية إحنا بدأنا بنقطة ألف اللي هو البيت ونهينا بنقطة جيم اللي هو المدرسة الإزاحة بتوصل بنقطة البداية بنقطة النهاية بعشان تجيب الإزاحة ما لكش دعب المسافة اللي أنت مشيتها وصل نقطة البداية بنقطة النهاية والإزاحة دي كمية متجهة فين اتجاهها بيكون من نقطة البداية لنقطة النهاية يعني من ألف لجيم إبا الخطة ألف جيم ده يمثل الإزاحة إزاي نجيب طول ألف جيم؟ نقدر نجيبه من نظرات في سخورس ألف جيم اللي احنا عايزينه دواطر ابقى تربع وتجمع بقوله الإزاحة يمثلة هنا تضلع ألف جيم من نظريات فسورس هنربع التلاتة تسعة وربع الأربع ستاشر تسعة وستاشر خمسة وعشرين جزر الخمسة وعشرين يسوي خمسة ابقى الإزاحة خمسة متر عشان الإزاحة كمية متجهة لازم تحدد الاتجاه هنقوله الإزاحة خمسة متر فيه اتجاه ألف جيم الاتجاه بيكون من نقطة البداية لنقطة النهاية بل اتجاه بتاعنا اللي هو ألف جيم ابقى باختصار المسافة اللي هو المصاري الفعلي للحركة المسافة اللي انت مشيتها بالفعل مشيت تلاتة واربع يبقى مشيت سبعة متر إنما الإزاحة بتوصل نقطة البداية بنقطة النهاية جيبنا طول ألف جيم من نظريات فسورس طلع خمسة متر فنقوله الإزاحة خمسة متر في اتجاه ألف جيم بتاعنا أخد مسألتين كمان على نفس الفكرة السؤال التاني على الفكرة دي بيقول لي احسب المسافة والإزاحة عندما يتحرك جسم من نقطة ألف إلى نقطة جيم ثم يعود إلى نقطة ب مديك طول ألف بيه 6 سنطة وطول بيه جيم 4 سنطة عايزين نحسب المسافة والإزاحة هو الجسم تحرك من إين؟ تحرك من نقطة ألف لجيم بعد كده رجح تاني لنقطة بي عشان تجيب المسافة المسافة دي طول المصاري الفعلي كل اللي يمشي الجسم الجسم ميشي من نقطة ألف لنقطة جيم يعني مش عشرة سنطة تجمع 6 و 14 بعد كده رجح تاني لنقطة به يعني رجع 4 سنط فكده مش 14 سنط مش في الأول من ألف لجيم مش 10 سنط بعد كده رجع لبه يعني رجع 4 سنط فكده مش 14 إبا المسافة بتجمع كل اللي انت مشيته مش من ألف لجيم يعني 6 زاد 4 بعد كده رجح تاني لبه يعني رجع 4 سنط هتجمع دول 6 و 4 و 4 يديك 14 سنط دي المسافة كل اللي انت مشيته عايزيني الازاحة الازاحة ملهاش دعوة اللي انت مشيته لها دعوة بنقطة البداية ونقطة النهاية اقصر بعد بنقطة البداية ونقطة النهاية هو بدأ من نقطة الف ونهى بنقطة ب يبا الازاحة تجيب المسافة بين الف و ب هو نهى ب ب عشان مشي من الف لجين بعد كده رجح تاني لنقطة ب يبا هو وجف او نهايته عنده نقطة ب الازاحة المسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية كم طول ألف B؟ طول ألف B 6 سنطر إبقى الإزاحة 6 سنطر وعشان الإزاحة كمية متجعة لازم تكتب الاتجاه لازم في الإزاحة تكتب له الاتجاه الاتجاه بيكون من نقطة البداية لنقطة النهاية البداية ألف ونهاية B بيبنقوله في اتجاه ألف B فالإزاحة 6 سنطر في اتجاه ألف B آخر مثال في الفكرة دي ده من المعاصر احنا قلنا قبل كده كل مسائلنا هتكون من الكتاب أو المعاصر مثال ده هقول لك فكرة واسبك تحل بديك هنا مسلسين قائمين مسلس الأول قائم في با والمسلس الثاني قائم في جين بيقولك تحرك جسم من آلف إلى با ثم من با إلى جين وتوقف الجسم عند دال إيه اللي عايزه من المسألة عايز المسافة والإزاحة المسافة المصاري الفعلي للحركة كل اللي انت مشيته والله انت مشيت من آلف لبا 9 سنط ومن با إلى جين يبقى تجمع 12.8 ومن جين لدال يبقى تجمع كمان 6 سنط إبقى المسافة هتجمع كل الأضلع اللي انت مشيته دي المسافة الإزاحة أقصر بعد بنقصة البداية لنقصة النهاية الجسم بدايته ألف ونهايته دال إبقى الإزاحة ألف دال إزاي تجيب ألف دال؟ هتجيب هيه آلف من المثلث آلف بي هي وهتجيب هيه دال من المثلث دال جيم هي بعد كده تجمحهم مع بعض هتجيب الضلعين دول بعد كده تجمحهم مع بعض هتجيبهم منين من النظريات في سغورث عشان المثلث ده قائم والمثلث ده قائم هسيبك تحيله وندخل في القطعة المستقيمة الموجهة الفكرة الثالثة معانا هي القطع المستقيمة الموجهة واللي يهمنا هنا تعريف القطع المستقيمة الموجهة ومعيارها وانت تتكافى قطعتين موجهتين احنا خدنا في اعداد القطع المستقيمة العادية كنا بنقول تعريف القطع المستقيمة هي مجموعة من النقط لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية قطع المستقيمة العادية مجموعة من النقط لها بداية ولها نهاية وكنا بنكتبها القطعة المستقيمة ألف بيه ونرسم فوجها رمز القطعة المستقيمة وممكن نعكس نقول القطعة المستقيمة بيه ألف ألف بيه هي بعينها بيه ألف دي القطعة المستقيمة العادية نفس القطعة دي لو عملنا لها اتجاه يباسمها قطعة مستقيمة موجهة من اسمها موجهة يعني لها اتجاه فأي قطعة مستقيمة لو عملت لها اتجاه يباسمها قطعة مستقيمة موجهة قطعة مستقيمة الموجهة لها ثلاث حاجات لها نقطة بداية ونقطة نهاية واتجاه الاتجاه ده ماشي منين ماشي من نقطة ألف لنقطة ب فنكتبها القطعة المستقيمة الموجهة ألف ب وده رمز القطعة المستقيمة الموجهة عامل زي الشعاع لكن برجله أحدة طب أدي قطعة مستقيمة ده قطعة مستقيمة عادية لو عملنا لها اتجاه بقطعة مستقيمة موجهة لها نقطة بداية ونقطة نهاية واتجاه عايز تكتبها ابدأ بنقطة البداية اتجاه س رايح من نقطة ب لنقطة ألف فنكتبها القطعة المستقيمة الموجهة به ألف وده رمز القطعة المستقيمة هنا القطعة كانت ماشية من ألف لب فسمناها ألف ب هنا ماشية من ب لألف فسمناها به ألف طيب في القطعة المستقيمة العادية كانوا بيساوي بعض ألف ب هي بعينها بي ألف تبهل في القطعة المستقيمة الموجهة ألف بي بتساوي بي ألف لا ما يساويش بعض عشان مختلفين في الاتجاه دي ما شنحة الغرب أو ناحة الشمال إنما دي ما شنحة المين مختلفين في الاتجاه فما يساوش بعض إبا القطع المستقيمة الموجهة ألف به لا تساوي القطع المستقيمة الموجهة به ألف ليه عشان مختلفين في الاتجاه هما ممكن يكونوا متسعون في الطول يعني مثلا دي لو طولها 3 سنط ودي 3 سنط كده متسعون في الطول إنما اتجاههم مختلف فما يساوش بعض إبا تعريف القطع المستقيمة الموجهة هي قطع لها 3 حاجات هي قطعة مستقيمة لها نقطة بداية ونقطة نهاية واتجاه طالما حطنا لها اتجاه بس ما قطعة مستقيمة موجهة يعني ايه معيار القطعة المستقيمة الموجهة؟ معيارها يعني طولها المعيار يعني الطول والمعيار ليه رمز شرطتين على يمين وشرطتين على الشمال لما تشوف الرمز ده تعرف انه معيار القطعة المستقيمة معيارها يعني طولها مثلا طولها 3 سنط ايبا المعيار برضو 3 سنط المعيار هو الطول آخر حاجة هنا تكافؤ قطعتين موجهتين إم تقول على القطعتين الموجهتين أنه هم متكافئتين لازم يحجج معك شرطي لازم القطعتين يكون ليهم نفس الطول وليهم نفس الاتجاه لازم يكون ليهم نفس الطول ونفس الاتجاه مثلا طول ألب بالتلاتة صند وجيم دال تلاتة صند كده فعلا متسعون في الطول وليهم نفس الاتجاه القطعة الأولى اسمها ألف ب ماشية من ألف لب ناحية الشمال قطعة الثانية اسمها جيم دال ماشية من جيم لدال برضو ماشية ناحية الشمال كده تلاقيهم ليهم نفس الطول وليهم نفس الاتجاه إبقى بنقول على القطعتين دول متكافئتين القطعة قالب تكافئ جيم دال يعني ليهم نفس الطول ونفس الاتجاه ده معنى قطعة مستقيمة الموجهة وعرفنا معيارها وعرفنا إمتى يتكافئ قطعتين موجهتين دعنا نأخذ على الكلام ده ثلاث مسائل نأخذ ثلاث مسائل ووضحونا فكرة تكافئ القطعتين مستقيمتين في المثال الأول مديك ألف بيه جيم دال ده متوازع أضلاع تقطع قطرها في نقطة مين جبل ما تكمل خلي خواص متوازع الأضلاع في دماغك خواص المتوازع كل ضلعين متقابلين متوازعين ومتساون في الطول يعني ألف دال بيساوي به جيم ويوزين ألف بيه بيساوي دال جيم كمان من خواص المتوازع القطرة ينصف كل منهما الآخر ألف ميم يساوي نص القطر التاني ميم جيم وبيه ميم هيساوي ميم دال اللي عايزه المطلوب الأول بيقول لك القطعة المستقيمة ألف دال تكافئ نبط عايزي عرف القطعة المستقيمة ألف دال بتكافئ نبط عايزين قطعة تكافئها يعني تسويها في الطول وفي نفس الاتجاه ليهم نفس الطول والاتجاه هي ألف دال من خواص المتوازي بتسوي قصادها بهجيم بس خلي بالك من الاتجاه وهنا كاتب لك ألف دال ألف رايحة الدال يعني ماشي ناحية الشمال الناحية التانية تقول بهجيم ولا جيم به لأحنا هنا نقول بهجيم بها رايحة الجيم برضو ماشي ناحية الشمال إبا كده ألف دال تكافئ بهجيم ليهم نفس الطول ونفس الاتجاه إبا القطعة ألف دال تكافي القطعة الموجهة بها جيم ثاني مطلوب جيم دال القطعة جيم دال من جيم لدال ماشي من تحت الفوق جيم دال تكافي مين هتكافي الناحة الثانية بها ألف جيم دال وبها ألف ليهم نفس الطول ونفس الاتجاه هنا جال لك جيم دال ماشي اللي فوق إبا الناحة الثانية نقول له بها ألف برضو نمشي لفوق إبا القطعة جيم دال تكافي القطعة بها ألف آخر واحدة ألف مين تكافي النجط ألف ميم هنا نص قطر فين اللي بيسويه نص القطر التاني اللي هو ميم جيم إبقى ألف ميم تكافئ ميم جيم خلي بالك ألف ميم مشي التحت إبقى النحية التانية تجرى ميم جيم مت جيم ميم عشان يقول ليهم نفس الاتجاه إبقى القطع المساقمة الموجهة ألف ميم تكافئ ميم جيم السؤال التاني نفس الفكرة لكن المرضه متوازين المتوازي الأول اسمه ألف باه جيم دال والمتوازي التاني اسمه هاه باه جيم واو بيقول لك القطع الموجهة ألف دال تكافئ نجط ونجط في قطعتين بيكافئ ألف دال فين ألف دال أدى ألف دال هي ألف دال في المتوازي الأول بتكافئ قصادها به جيم ليهم نفس الطول ونفس الاتجاه وبه جيم في المتوازي التاني بتكافئ قصادها هاه واو في المتوازي التاني به جيم هتساوي هاه واو كده نقدر نقول إن ألف دال بتكافئ قطعتين تكافئ بهجين وتكافئ هيهو هتلاقيهم ليهم نفس الطول ونفس الاتجاه ألف دل مش ياشمال بهجين مش ياشمال وهيهو برضو مش ياشمال عشين ناحية الشمال ألف دل تكافئ بهجين وتكافئ هيهو ده السؤال التانية هنشوف السؤال التالية آخر مثال في الفكرة دي المراجمة أديك شكل سداسة منتظم ألف بهجين دل هيهو ده شكل سداس منتظم سداس منتظم تفهم أنه كل أضلاعه متساوية والأقطار بتاعته ينصف كله منهما الآخر وكله نص قطر بيساوي الضلق في خاصية في السداس المنتظم بيقولك أنه بيكون مكسوم لمسلسات المسلسات دي هتكون متساوية الأضلاع كل مسلس من دول هيكون متساوي الأضلاع كل أضلاعه متساوي يبقى كل القطع اللي عندك دي بتساوي بعض الأضلاع بتساوي أنصاف الأقطار وكل زوا فيها تلجاب 60 في كل مسلس المهم بيقولك أن الشكل السداس المنتظم ده طول ضلعه ب6 سنط إبقى كل أضلاعه بتساوي 6 كله ستات أضلاعه بتساوي 6 وكله نص قطر من دول بيساوي 6 سنط لأنه مسلس وبيكون مسلس متساوي الأضلاع بيقولك تحرك جسم من نقطة ألف إلى بيه إلى جيم إلى دال إلى هيه إلى واو في جسم تحرك من ألف لبيه لجيم لدال لهيه لواو وجف عنده نقطة واو بدأ من ألف ولف وصل عن دواب عايزين حاشتين عايزين المسافة المقطوعة وعايزين الإزاحة المسافة طول المصار الفعلي كل اللي مشي الجسم والله هو مشي من ألف لغاية ما وصل لواو يعني مشي كم ستة؟ أدي ستة اتنين تلاتة أربعة خمسة مشي خمس ستات إبقى المسافة هتجمع الستة خمس مرات أو تضرب خمسة في ستة خمسة في ستة بتلاتين سنطة إبقى المسافة تجمع كل اللي مشي مطلوب التاني عايزين الإزاحة الإزاحة مالكش ضعب اللي هو مشي الإزاحة البعد بين نقطة البداية لنقطة النهاية هو بدأ من نقطة ألف والنهاية عنده نقطة واو الإزاحة المسافة بين نقطة ألف ونقطة واو اللي هي نقطة البداية والنهاية طول ألف واو كام ستة سنطة لأنه سداسي منتظم تفعانه اتجاه في اتجاه ألف ويو الاتجاه بيكون من نقطة البداية لنقطة النهاية إبا اليزاح المسافة بين البداية والنهاية 6 سنط فعانه اتجاه في اتجاه ألف ويو من البداية للنهاية المطلوب الثالث بيقول لك القطع المستقيمة ألف بيه تكافئ نجط ونجط ونجط القطع المستقيمة ألف بيه بتكافئها 3 قطع عايزين القطع المكافئة ليا يعني القطع اللي بتسواه في الطول وفي نفس الاتجاه لو تلاحظ ألف بي ماشي للتح هتلجأ هنا بتكافئ و و ميم و ميم جيم و ههدال في السوداس المتظم كل قطعه بتسواه بعض ألف بي هتكافئ و و ميم و ميم جيم و ههدال كلهم مشي اللي تحته متساوين في الطول إبقى ألف بي تكافئ و و ميم وتكافئ القطع ميم جيم وتكافئ القطع ههدال آخر مطلوب يقول لك القطع المستقيمة ميم دال تكافئ نجت ونجت ونجت القطع المستقيمة ميم دال ميم رايحة لدال ماشي ناحية الشمال هات كل القطع اللي ماشي ناحية الشمال وتساوها في الطول هتلاقي ميم دال بتكافئ ألف ميم وتكافئ فوج ووهات وتكافئ تحت بهجين التلت قطع دول هتلاقيهم بيساو وو دال وماشي ناحية الشمال الباميم دال تكافئ الف ميم واوها وبهجين هنأخذ مثال في الكاشكول على التكافئ ونختم الحصة بالاتجاهات اخر حاجة معنا هنا الاتجاهات وده تنفعنا الحصة الجاية احنا عارفين الاتجاهات الاصلية لهم الشرق غرب شمال جنوب لازم تكون حفظهم كده بالترتيب شرق غرب شمال جنوب لو قلت لك ارسم لشعاع في اتجاه الشرق دي سهلة شعاع في اتجاه الشرق فهترسم شعاع في اتجاه الشرق شعاع في اتجاه الغرب هنرسم شعاع في اتجاه الغرب شعاع في اتجاه الشمال ارسم شعاع في اتجاه الشمال وشعاع في اتجاه الجنوب دي الاتجاهات الاصلية بتكون سهلة طيب عايزين نرسم شعاع في اتجاه الشمال الشرقي اتجاه الشمال الشرقي يعني هترسم شعاع بين الشمال والشرق ادي الشمال والشرق فهترسم شعاع في النص بالزبط طالما مش مديك زاوية هنا بترسم شعاع في النص بالزبط هي الزاوية دي كلها تسعين لما ترسم شعاع في النص بالزبط تبقى هنا خمسة واربعين وهنا خمسة واربعين طالما مش مديك زاوية تعرف ان الزاوية بينه هتبقى خمسة واربعين طب لو جالك ترسم شعاع في اتجاه الشمال الغربي فهترسم شعاع بين الشمال والغرب وتعرف ان زاوية دي خمسة واربعين ودي خمسة واربعين في اتجاه الجنوب الغربي هترسم شعاع بين الجنوب الغرب برضو 45 و 45 الجنوب الشرقي هترسم شعاع بين الجنوب والشرق ده لو مش محدد لك زاوية بتعرف ان الزاوية 45 طب لو مديك زاوية بيقولك عايزين نرسم شعاع في اتجاه 30 درجة شمال الغرب شمال الغرب يعني هترسم شعاع بين الشمال والغرب طب الزاوية دي تحطها فين؟ تحطها عند الاتجاه لمكتوب الثاني الاتجاه الثاني هنا الغرب فحط الزاوية عند الغرب لو جلق غرب الجنوب حط الزاوية عند الجنوب عند الاتجاه الثاني على طول لو جنوب الشرق حط الزاوية عند الشرق احنا هنا عايزين نرسم شعاع في اتجاه 30 درجة شمال الغرب يعني هنرسم شعاع بين الشمال والغرب فنرسم شعاع هنا مديك زاوية هتكتب الزاوية عند الغرب ولا عند الشمال دايما تكتبها عند الاتجاه الثاني اللي هو هنا الغرب فحط 30 درجة عند الغرب فكده رسمنا شعاع في اتجاه 30 درجة شمال الغرب حطت الزاوية عند الغرب هنا عايزين نرسم شعاع في اتجاه 40 درجة غرب الجنوب غرب الجنوب ببقى ترسم شعاع بين الغرب والجنوب ارسم شعاع بين الغرب والجنوب هتحط الزاوية فين؟ عند الغرب ولا عند الجنوب؟ عند الاتجاه المكتوب الثاني اتجاه الثاني هنا الجنوب ببقى نحط الاربعين عند الجنوب كده رسلنا شعاع في اتجاه 40 درجة غرب الجنوب حطت الزاوية عند الجنوب اخر واحدة عايزين نرسم شعاع في اتجاه 20 درجة جنوب الشرق جنوب الشرق يعني هترسم شعاع بين الجنوب والشرق اي شعاع بين الجنوب والشرق المهم الزاوية هتحط عند الشرق ولا عند الجنوب عند الاتجاه المكتوب التاني الاتجاه التاني هنا الشرق بحط العشرين عند الشرق وخلي بالك زي ما ورنا الزاوية دي كلها 90 عندك منها عشرين بفضلك سبعين. الزاوة دي كلها تسعين. عندك منها ربعين يبقى هنا خمسين. الزاوة دي تسعين. منها تلاتين يبقى هنا ستين. يبقى باختصار لو ما ادكش زاوية بترسم الشعاع في النص بالزبط. وتعرف ان الزاوية عندها خمسة واربعين. انما لو ادك زاوية الزاوية دي بتكتبها عند الاتجاه المكتوب التاني. تحط دايما الزاوية عند الاتجاه التاني. الكلام ده كلها ينفعنا ان شاء الله الحصة جاية. تعال لخص الكلام الولناء. انواع الكميات نوعين. عندك كميات قياسية وكميات متجهة. القيميات القياسية بتحتاج مقدار بس. زي الطول والكتلة والمسافة. اما الكميات المتجهة بتحتاج حاشتين. بتحتاج مقدار واتجاه. زي السرعة والقوة والازاحة. الفرج بين المسافة والازاحة. المسافة دي طول المصار الفعل لا سنها الحركة. المسافة اللي انت مشتها بالفعل. انما الازاحة دي اقصر بعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية. لو انت مشيت شرعين شرع ثلاثة متر وشرع اربع متر. اتبا المسافة اللي مشيتها تجمع. تلاتة واربعة سبعة. انما الازاحة هاتي المسافة بالنقطة البداية ونقطة النهاية. لو جبت دي من النظرات في صغير سيتساوي خمسة متر. بل إزاحة خمسة متر في اتجاه آلف جي. القطع المستقيمة الموجهة. القطع العادية بيكون لها نقطة بداية ونقطة نهاية. القطع دي لو خلنا لها اتجاه تباسمها قطع مستقيمة موجهة. ليها بداية وليها نهاية وليها اتجاه. بدايتها آلف ونهيتها بيه. فلما تيجي تكتبها تكتبها آلف بيه وترسل فجاء علامة القطع مستقيمة الموجهة. ازاي يجيب معيارها؟ معيارها اللي هو طولها. مثلا لو طولها خمسة سنتي يبقى المعيار برضو بيساوي خمسة سنتي. والمعيار رمزه شرطتين. ام تقول على قطعتين مستقيمتين ان هما متكافئتين? لازم يحجك شرطين. لازم يكون ليهم نفس الطول ونفس الاتجاه. اي قطعتين لهم نفس الطول ونفس الاتجاه بنقول عليهم متكافئتين. الاتجاهات عندنا الاتجاهات الاصلية اللي هما شرق غرب شمال جنوب. لو ما ادكش زاوية وجالك ارسم لي شعاع في الاتجاهة الشمال الشرقي. فهترسم شعاع بين الشمال والشرق. هترسمه في النص بس وتعرف في الحالة دي ان الزاوية عندك بخمسة واربعين. انما لو ادك زاوية بيقول لك ارسم شعاع في اتجاهة تلاتين درجة شمال الغرب. فهترسم شعاع بين الشمال والغرب. احط الزاوية فين? عند الشمال ولا الغرب? حط الزاوية دايما عند الاتجاه التاني. الاتجاه المكتوب التاني هنا الغرب. فحط الثلاثين دي عند الغرب كده الحمد لله خلصنا الحصة الأولى معنا حصة كلها مفاهم وتعرفات يعتبر تمهيد للوحدة واجب الحصة ده نحل تمرين الكتاب صفحة 71 يريد بعد ما نسمح كل حصة نحل تمرين الكتاب أو تمرين المعاصر في قنوات كتير بتحل تمرين المعاصر ممكن لو عايز تتابع معايا اسمع الشرح من هنا ومن أي قناة اسمع منها تمرين المعاصر في قنوات كتير ممتازة بتحل التمرين الحصة جاية ناخد الدرس التاني معنا المتجهات كل حصة المناجر المتاحة هتلاوها في القائمة دي واشوفكم الحصة جاية ان شاء الله